اشتركوا في القناة والتقارب مؤكداً أن هذه العلاقات عززت خلال العقود الأخيرة وقال الدبلوماسي المغربي في حديث لصحفة لصولية السنغالية إن جلالة الملك محمد السادس حرص على تعزيز هذه العلاقة من خلال العمل باقتناع وعزم قويين على المستويات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية للحديث عن أبعاد العلاقات التي تتربط المغرب بالسنغال يحضر معنا في صباح الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية دكتور صباح الخير أهلا بك صباح الخير أهلا وسهلا شكراً على الصدافة مرحباً بك دكتور يكاد يعني تكون علاقتنا بسنغال علاقات استثنائية في المجمل وعلاقات في إفريقيا كذلك متفردة ما الذي يجعلها كذلك دكتور؟ نعم علاقة تاريخية علاقة قوية علاقة بالفعل استثنائية ونموذجية على كافة الأصعادة بالنظر إلى أن هذه العلاقة تأسست في عمق تاريخي قديم جداً وهناك ارتباطات روحية وكذلك اقتصادية واجتماعية كان لا سواء الإخوة السنغاليين وكذلك الملوك العلويين يحرصون على تمتينها وتعزيزها وتقويتها باستمرار حتى أننا كذلك منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلفه الميامين كانت أول جولة يقوم بها ابتدأت من السنغال في سنة 2001 وطبعا هذا يكرس يعني مصار تاريخي قام بأزل من ثماني زيارات إلى السنغال وهي أكثر دولة قام بزيارتها ولكن هذا له ارتباط بمصار تاريخي حيث يمكننا أن نتذكر أنه بعد العودة محمد الخامس من المنفى كان له وقوف بالسنغال وهناك استقباله من قبل القبائل السنغالية ذات الانتماء الصوفي طبعا هذا التكريس لروابط دينية وتاريخية وحضارية زاوية تجانية نعم من خلال دور الزاوية التجانية أو طبعا هناك العديد ديوم من التجانيين الذين لازالوا يحجون إلى مدينة فاس لتجديد هذا الروابط فضلا عن ذلك هناك روابط البيعة لإمارة المؤمنين والتي هي ممتدة في التاريخ طبعا تكريسة الزيارة كان من خلال كذلك العمل الذي قام به المرحوم الحسن الثاني كذلك في تعزيز علاقة بدولة السنغال وطبعا هذا هو الذي يتواصل اليوم لتكون أعتقد بأن العلاقة التي تربط المغرب هي الأكثر نموذجية مع السنغال هي الأكثر نموذجية على كافة المستويات على كافة الأصعداء من خلال تطابق وجهات النظر بخصوص يعني العديد من القضايا الإقليمية وكذلك الدولية على مستوى كذلك التعاون في العديد من المجالات بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات في المجالات يعني ذات البنية التحتية في الفلاحة في الماء وفي كذلك الاتصالات وفي قطاع الخدمات وفي قطاع البناء طبعا هذا المصار لا يمكنه إلا أن يؤسس ويدفع في اتجاه مزيد من العطاء خاصة أن اليوم هناك رهانات استشرافية مستقبلية فعلاها الأساسيين هم المغرب والسنغال لأنه تاريخيا نسمع قريبا لكن السنغال تمثل امتداد استراتيجي للمغرب في القارة الإفريقية نعم هي عمق الحيوي والاستراتيجي للمملكة المغربية لكن هذا العمق اليوم أصبح أكثر قوة لأنه لا يرتبط بعمق مغربي بل بعمق كذلك قاري ونحن نتحدث اليوم عن الربط القاري في مجال الطرق البرية بين أوروبا وبين المغرب ومنه نحو داكار وبالتالي تاريخيا كنا نتحدث عن مشاريع واعدة استشرافية بطريق السيار الرباط داكار بطريق السيكك الحديدية الرباط داكار ومن هذا المدخل اليوم نتحدث كذلك عن ربط قاري مثلا أوروبا داكار مرورا بالمغرب بالتالي على مستوى غرب إفريقيا والوزن كذلك التي تحظى به السنغال بالنظر كذلك إلى ما يريده المغرب كذلك من نيل عضوية على مستوى هذا الفضاء بالنظر كذلك إلى الحديث اليوم عن المنطقة الحرة أو التجارة الحرة الإفريقية هذا كلها رهانات تجعل بأن البلدين بصدد تكريس علاقاتهما التاريخية للاعب أدوار طلاعية على المستوى الاقتصادي والتنمى والسياسي بالقارة الإفريقية وكذلك بالقارة الأوروبية باعتبار أن المغرب جيسر جيسر ربط بين الحفظين حول الأبيض المتوسط على المستوى السياسي كيف نجح المغرب والسنغال هذا للبلدان الشقيقان في تدبير التوافق بينهما طيلة هذه السنوات إذن بالنظر أعتقد بأنه ربما هناك حوافز مهمة التي سبق وتحدثنا عنها المدخل التاريخي المدخل الترافي كذلك والروحي كذلك وجود أزيد من ألف طالب سينيغالي بالمملكة المغربية اليوم أصبحنا كذلك نشهد عدد من طالب المغربة موجودين كذلك في السينيغال لدراسة مجالات في الطب والصيدلة وغيرها إذن هذا تبادل تقافي وهذا كذلك يعني الارتباط الروحي والتاريخي طبيعي كذلك بأن يعكس جودة العلاقات على المستوى التفاهمات السياسية طبعا مع عبدالله واد كان هناك علاقات متميزة والآن مع الرئيس ماكيسال كذلك نعم وكان جامعة محمد الخامس قد معنحته الدكتورة الفخرية ذات جسيدا طبعا للدور الرياضي الذي يقوم فيه في إطار يعني التوافقات السياسية والتفاهمات السياسية فيما بين البلدين استكمالا طبعا لهذه الحقبة التاريخية التي فيها ود وفيها كذلك علاقات جيدة اقتصادية نموذجية بالطبع اليوم حتى كذلك مع ماكيسال هناك إذن تطور أو تكريس لهذا المصار وأعتقد بأن هذا المصار هو التي سيعرف امتدادا على هذا النصق لأن هذه اللحظات التاريخية العميقة والمتجدرة بالضرورة لا يمكنها إلا أن تقود إلا مزيد من التفاهمات والتوافقات السياسية وكذلك تطابق وجهات النظر أولا طالما دكتور كانت مواقف سينغال واضحة فيما يخص وحدة التراب المغربي وهي مواقف تحسرمها الإدارة المغربية بشكل كبير نعم ولها مدلولات تاريخية حتى أنه السينغاليين شاركوا في المسيرة الخضراء سنة 1975 طبعا دائما كانت مواكبة كانت السينغال بمواقفها سياسية إلى أن فتحة قنصولية لها طبعا ويمكننا أن نتحدث عن إجماع سينغالي ليست مسألة حزب معين أو طرف سياسي داخل النخبة السينغالية ولكن كان هناك ترابط وإجماع سينغالي كبير لأنه مؤسس على هذا الوعي التاريخي وعلى الحص التاريخي طبعا هذه المواكبة على المستوى قضية الوحدة الترابية كما قلت لها هذا النسق أو النزع التاريخية في سنة 1975 كانوا يحملون الرايات المغربية وكذلك القرآن الكريم إلى جانب المشاركين في المسيرة الخضراء طبعا وبالطبيعي اليوم المواقف مميزة للسينغال من قضية الوحدة الترابية فتح قنصولية بالدخلة كذلك والتأكيد على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية طيب اقتصاديا هناك تعاون كثيف على مستويات عدة تغطي مجالات متنوعة مثل المجال المالي المجال البناء الفلاحة والخدمات ما هي أسس هذه الشراكة الاقتصادية التي تستربطونها مع أشقاء الناس النغاليين نعم هي اليوم حتى هذا التعاون جنوب جنوب الذي يجسده المغرب والسينغال يبدو اليوم أنه نموذجي ويتير شهية العديد من الدول لأنه أثبت نجاحه اليوم السينغال على المستوى الاقتصادي دولة متميزة ومتقدمة يعني بالمقارنة مع دول غرب إفريقيا طبعا هذا الارتباط الاقتصادي وكذلك الاستثماري والصناعي ما بين المغرب وكذلك السينغال أدى إلى حصول نتائج مهمة جدا يعني تجعل البلدين قطبين رئيسيين على مستوى الدورة الاقتصادية في الاقتصاد الإفريقي وخاصة لدى في الاقتصاد دول غرب إفريقيا كذلك دكتور بيجعل الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا ستستفيد أظن السينغال بشكل كبير من ثماره في المنطقة وفي الامتداد كذلك في الامتداد الإفريقي لجعل هذه المنطقة قطبا اقتصاديا كبيرا عالميا بشكل مطارد سيما أن الأقاليم أو المناطق الحدودية مثلا في الجنوب المغربي تحولت إلى عاصمة للصحراء أو عاصمة للقارة الإفريقية وهكذا الحديث عن مدينة الداخلة والعيون بالنظر إلى المشاريع المهيكلة التي ليست لها بعد محلي ولكن لها لا بعد قاري حين الحديث عن مشاريع متعلقة بالطاقة الريحية والطاقات المتجددة نتحدث كذلك عن الميناء الأطلسي للداخلة نتحدث عن طريق السريع كذلك نحو منتزنيت نحو الداخلة واللي يمكن كذلك في إطار تفاهمات مع موريطانيا وغيرها خاصة الدول المطلة أو التي لا علاقة بأنبوب الغاز النيجيري إذن تصبح الصحراء ليست منطقة تصبح منطقة عطاء منطقة دفع أخرى قوية لتستفيد ليس فقط المغرب ولكن كذلك المحيط الجيوستراتيجي والحيوي للمملكة المغربية في عمقه الإفريقي وخاصة مع الدول الشقيقة وكذلك الصديقة وطبعا هذه هي المقاربة الاقتصادية التي سبق وتحدث عن المغرب في مفاوضات الموائد المستديرة أي تغييب في المرحلة الراهنة الحديث عن الحل السياسي والحديث كذلك عن الإمكانيات الاقتصادية التي تتاح ما بعد تجاوز هذا النزاع المفتحل حول مغربية الصحراء إذن الآفاق الاقتصادية والاستثمارية والتي ستهيي المجال داخل المحيط الإفريقي بعيدا عن الصراعات الانفصالية وكذلك النزاعات والنزاعات كذلك الحدودية والسياسوية فيما بين البلدان وكذلك الدعوة إلى تكريس الاستقرار الذي يؤسس للتماسك الاقتصادي واجتماعي يسكن المجتمع ويجعله كذلك أكثر إفادة وأكثر استفادة من خير عديد بليل التنمية كذلك بالإضافة إلى الأواصل الإنساني هناك بعد ثقافي وديني حاضران في هذه العلاقات بحكم الارتباط بمؤسسة إمارة المؤمنين وهي هيكل لنقل مرجعي للعلاقات بين البلدين طبعا على الجانب الإنساني هناك دور مهم بالنسبة للمغرب وبالنسبة الاستيغال انطلاقا من هذا المدخل أو من الارتباط كذلك الروحي للشعوب الإفريقية مع إمارة المؤمنين كذلك من الدور كذلك الذي يقوم به المغرب والسينيغال على المستوى على المجال الصحي مثلا ولاحظنا ذلك تجربة كوفيد يعني سوفيد 19 التي أكدت بأن هناك توجها مغربيا بالتوافق كذلك مع الدول الصديقة في إفريقيا من أجل كذلك أن يكون هناك تعاون في المجال الصحي بالفعل دكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية نشكركم جزيلا شكرا على حضر معنا في الصباح أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة